بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. النهاردة فيديو غريب شوية. انا هنا بس بحول لمبة فوتروسينت. بركبها ليد. لمبة مزدوجة عبارة عن لمبتين. هنشوف ايه اللي يحصل لو احنا فكينا اللمبة المزدوجة بالترانز اللي قدامنا ده. تمام وركبنا اللمبات الفوتروسينت. هتشوف اللمبات بتعمل فلاشنج لان هي داخل على البلست. طبعا هنا انا شغال من شركة فيليبس. ده الكترونيك بالاست. لو الناس فاكرة فيه. في الفوتروسينت فيه عندي ماجنيتك بالاست القديم. وبعد كده طلع عندي الالكترونيك بالاست. في عندي هنا البلست ده. اي بي سي ده الموديل بتاعه. بيشتغل على تمام. اللمبات التي ال دي. هنشوف اللمبات التي ال دي. بيشتغل على فولت متين وعشرين. متين واربعين. يعني ده بيشتغل متين وعشرين بس. تمام. لو انا بسيت هنا. هلاقي على الالكترونيك بالاست. بعض البيانات اللي هميني. البار. فاكتور. خمسة وتسعين من مية. التردد خمسين او ستين هرتز. الاي نورمال الامبير باربعة وثلاثين من مية امبير. تمام. دي البيانات اعتقد اللي اللي اهمني. طبعا الترنز ده كان بيركب على لمبتين. تي ال دي. اللمبة ستة وتلاتين وات. مكتوب عليه اتنين فيه ستة وتلاتين. اللمبتين هنا. اللمبة ستة وتلاتين وات. تمام. وهنا في عندي الدياجرام اللي انا بوصل عليه. الناس كانت بتحفظ يقولك وصل السلك بالوضع الفلاني. الترنز شارح نفسه اصلا. يعني هو كتب لك هنا. نقطة رقم تمانية. تسعة. سبعة. طيب انا بدأ من فين؟ بدأ من هنا لو انتم بسيتوا من اول نقطة. نقطة رقم واحد. واثنين. واحد واثنين. اللي هما جايين من اللمبة الاولانية اللي هي اللمبة اللي فوق. معمول لهم شورت سيركت. يعني هما اللي اتنين وصلين ببعض. فانا هابدأ دي كانت وصلة هنا. لواحد. هذه اللمبة الاولانية الترنز ده امره سهل. بتضغط كده كليبس. وبتدخل السلك. طبعا لو السلك طويق شوية حاول تقص السلك. بتشد كده اهو ما بتطلعش. طيب. بعد كده هتجيب رقم اثنين. هتدخلها هنا. تضغط وتدخل السلك. حل. طبعا انا عندي سلكتين هنا. طبعا انا سلطت السلكتين دول كده لمسوا بعض. ما فيش مشاكل لان هما اللي اتنين ايه وصلين شورت سيركت مع بعض. بس انا طبعا لما باجي اشتغل بقص السلك وادخل بحيث ما يبقاش فيه جزء. تمام. عريان من السلك يعمل مشاكل معاي. طيب. اللمبة التانية اهي. لديها طرفين. تمام. بدخل. خلاص خلصت واحد واثنين يا شباب. بعد كده بدخل طرف تلاتة واربعة. تلاتة واربعة. تلاتة. بادغط. تمام. دخلت تلاتة ايه. وبعد كده ايه. اربعة. طبعا تلاتة واربعة. لو حصل بينهم شورت سيركت. او لمسوا بعض. ما فيش مشاكل. اما اثنين وثلاتة لو لمسوا بعض. تمام. هيبقى فيه مشكلة. فانا هخلي عندي الطرفين دولة اهو. بعيد. انا بعمل تست. انا لسه فاكت اللمبة دلوقتي. تمام. بعد كده فيه طرف خمسة وستة. اللي هم الطرفين التانيين اللي جايين من اللمبة. من الناحية التانية. طبعا ده كونكتور كده. انا باخد طرف خمسة وستة. اللي جايين من اللمبتين. طبعا طرف خمسة اوصل باللمبة اللي فوق. طرف خمسة اوصل باللمبة اللي فوق. يبقى طرف خمسة وستة. طرف خمسة. طبعا زي ما انتم شايفون طرف خمسة واصل هنا باللمبة الاولى واللمبة التانية. هيكمل المبة الاولى واللمبة التانية. بعد كده طرف ستة اوصل باللمبة الاولى واللمبة التانية وجوم يمكنهم هنا جامبر. يعني انت كده هنا عامل فانفع خمسة وستة يمسوا بعض فيش مشاكل. اه ينفع. طيب. روح جاي هنا كده موصل دي. اه دي. خمسة. اضغط. دخل السلك على الاخر. هتلاقيه ايه مسكت معايا. بعد كده روح جاي كده ايه? دخل السلك الاخيرة. اللي هي رقم ستة. الترنز ده بسيط جدا. انا وصلت كل الاسلاك بتاعتي في الناحية اليمين من واحد لستة. خلصت الجزء ده. بعد كده هبدأ اركب الجزء الخاص بالباور اللي هيغزي. تمام? الالكترونيك بالاست. ده بعمله ازاي? ده بعمله ازاي? ده بعمله ازاي? في عمتي ثلاث اسلاك كده صغيرين اهو. بعمل ايه? الجزء ده كوننكتور. جزء بسيط. كوننكتور عادي. ده الطرف النقطين دول وصلين ببعض من الداخل. اروح موصل. ناحية بالسلكة دي. السلكة التانية. اهو. دخلها هنا. ورابط عليها. موضوع بسيط جدا. محدش يخاف من الكهرباء. الموضوع بسيط يا شباب. بعد كده. اروح جاي موصل. الطرف. الخاص بمين? الطرف الخاص بالارضي اللي انا مقرد بيه جسم. اللمبة. وده كان موجود في الترانز. لازم يبقى فيه طرف ارض هنا. تمام? اقرد بيه جسم اللمبة. بتاعتي. خلاص اروح موصل للطرف ده. كده. انا اصلت. ربط كويس كده على الطرف الارضي. يبقى انا عندي كده. دي مجرد وصل للنقطة دي والنقطة دي واصلين ببعض. دي ودي واصلين ببعض. طبعا احنا هنا بنشتغل اي سي. بتأكد ان الكلام مزبوط. عشان اوصل اقرد بجسم اللمبة. خلي بالك من المعلومة دي. بوصل هنا. بوصل ده من الارضي اروح مدخل في جسم اللمبة. تمام? افتح طبعا النقاط دي. افتح النقاط دي كده اهو. عشان اوصل. خلاص فتحت النقاط دي وصلت اهو. لازم اوصل دي في اين? في الارضي. فانت لما بتجي تفهم موضوع الارضي ان انت بتقرد جسم المكنة او بتقرد جسم الديفايس اللي انت بتشتغل عليه. تبقى معنى ان انت هتوصل الطرف الارض ده هنا. بقى ربط الارضي على الجزء ده. اروح هنا الارضي ازاي? قالك والله الموضوع واضح وصريح على الترنتس اهو. احنا وصلنا لحد ستة. بعد كده سبعة نيوترا. تمانية اللايين اللي هي الال. تسعة الارضي. يبقى دي الارض دايما الارضي اخضر فاسفر. وموصلينه في جسم اللمبة. اروح مدخل دي بالراحة كده اهو. ضاغط. اروح مدخل السلك. سايب كده تلاقي السلك ايه? السلك بيمسك. الكنيكشن بتاعه بيمسك في السلك. طبعا لازم اتأكد ان السلك عشان ما احصلش لوز. ما احصلش بقى الكنيكشن. ان السلك ده ايه? واصل كويس. طيب. ادي السلك اهو. بقى كده عندي اللايين اي واحدة منهم لاين? اي واحدة. لان ده ايه سي. تمام? مدخل هنا كده اهي. وسايب اهي. بشد اهي مش بتطلع معايا. تمام? كده ادخل. واتغط. كليبس ده اروح سايب كده. لفوق هو بروح شادد السلكة بتاعتي. طبعا الطرف في الارضي. اللمبة طبعا هديمة. تمام? المفروض يعني بقى الطرف كويس. لو مش كويس مش مش مشكلة اغير الكنيكشن ده بتاعت رنز. لو انت لسه بتوصل لمبة ايه? بتوصل لمبة الفروسين. احنا حاليا بنغير اللمبة الفروسين. يعني احنا بنشيل اللمبة اصلا. تمام? طيب. هنا هدخل ايه طيب يا بشمهندس? كل اللي هتعملو. هتيجي هنا هتدخل السلكين اللي هما تعمين. ودع الكارابة اللي جايلك من. اهو. واسع دي كده. واسع دي كده. واسع دي كده. وهجيب السلكين. اللي انا هتعمل بيهم التست بتاعي. طرفين. تمام? هوصل عندي طرف اهو. ده ليين. ليين اوان شباب. اي واحد ليين واي واحد نيوترال مفيش بولارتي لان ده اي سي. طبعا هنا لازم. لازم يبقى السلك. عشان ده طبعا ندخل عليه الباور. لازم يبقى السلك. مزبوط. طبعا احنا بنشتغل هنا في البيت يعني فبتبقى الامور يعني ايه. مش زي الشغل مش بالدقة بتاعت. الشغل احنا بس في الفيديو بنوريكم التواصلات على اساس ان انتم شغلها بسيطة ممكن تعملها. تمام? مسهولة جدا في البيت. مش مش شرطة يبقى مهندس كهربا ولا اكفني كهربا عشان اعمل القصة دي. تمام? اوصل الطرف التاني اهو موسع هنا. لازم طبعا عشان نقطتين دول ما يلمسوش بعض يا شباب. لاين ونيوترال. كده انت هتعمل شورت سيركت هتعمل قفلة يعني. او بالطرف ما يلمسش جسم اللامبر. تمام? خلاص انا ركبت كده. الاسلاك بتاعتي. حفظنا الترانس واحد واثنين اللامبة اللي فوق. معمول عليهم شرطة سيركت ينفع مش مشاكل. تلاتة واربعة اللامبة اللي تحت. خمسة وستة اللي هم الطرفين التانيين اللي جايين من طرفين اللامبة. خمسة وستة. خلصت الجزء ده. روحت على جزء الباور. كان ممكن اخد السيركت اللي جاي دخله هنا على طول. مباشرة انه ادخل اوصل طرف ارضي. انا عملت الكنيكشن ده عشان يسهل علي. انا اقدر افك الطرفين دول بسهولة وتبقى اللامبة ايه واصلة. تعال نبدأ نشوف. تعال نبدأ نشوف. تعال نبدأ نشوف. لو انا موصل على الترانس. واللمبات. اللمبات القديمة. الكودروسينت. هيحصل ايه? هتشتغل معي ازاي? ونركب اللمبات الليد ونشوفها تشتغل ازاي? طبعا اللمبات اللي انت شايفها اهي? تمام? اربعين واط مش ستة وتلاتين واط كمان. النوع ده اللي هو تي اللي ايت. طبعا تي اللي فايف. الرفيع احسن منه. اقل في الواط. دي لمبة اربعين واط. لمبة زي ما انت شايف اهي? اربعين واط يو اس اي امريكي. تمام? طيب. باجي هنا اركب اللمبة في الطرف بتاعي. النقطين كده اهو. اللي بقى لك انا مش موصل بالكهربا. تمام? انا مش موصل بالكهربا. يعني بعمل تست بس كده في الاول اهو. بقى كده روح مدخل الطرف التاني. طبعا بلف اللمبة عشان تعشق في المكان بتاعي. خلاص لفت اللمبة. طيب وبعد كده بداخل اللمبة التانية. مدخل اللمبة التانية والف. اهو مدخل والف عشان اللمبة تمام? تدخل في المكان بتاعك ويت. طبعا اللمبتين زي ما انتم شايفين حالتهم يعني ايه? هم اصلا فودروسينت وحالتهم تعبانة. انا هبدأ دلوقت يا شباب هبدأ قريلك اللمبات لما اجي اوصل بار. تمام? هتشتغل معي ومفروض طبيعي يجي لمبات فودروسينت بالتوصولة القديمة. زي ما انتم شايف كده. تمام? انا اطفيت النور هبتا اوصل. بسم الله. اللمبات اشتغلت. شايف طبعا اللمبات لمبات قديمة بتتهز. تمام? لو انتم لاحظ على الطرف اليسار فيه مشكلة في اللمبة. اللمبة خلاص وعمرها الافتراضي. تقريرا خلص. فانا كده اورت لك ازاي نوصل اللمبات القديمة الفودروسينت. تمام? وتشتغل ازاي? لو انت في البيت بتوصل لما قديمة. تمام? انا دلوقتي هبدأ افصل وابدأ اوري لك اللمبات اللد لما تركب هيبقى ايه الوضع? هتشوف عينك دلوقتي اللمبات اللد بيحصل فيها ايه? تمام? يبقى احنا خلينا كده هنشيل مع بعض اللمبات الفودروسينت. هنشيل اللمبات الفودروسينت. تمام? نركيناها خلاص. واجينا ايه بعد ما اشتغلنا القصة دي روح نشترينا لمبات الفودروسينت. من المحل بتاع الكهرباء. وعايزين نوصل على نفس التركيب ده. مش هنفكر هنوصل على نفس الوضع. متخيلين ان انا هشيل اللمبات القديمة. واركب اللمبات الفودروسينت الجديدة. طبعا هنشوف اللمبات اللد بتعمل ايه الاول و بعد كده ايه? هنشوف الداتا اللي مكتوبة على اللمبات اللد. اللي هتوضح لنا ايه? سبب التصل اللي بتحصل دي. انا جيت اهو. رحت موصل اللمبات القديمة. ايهو. موصل اللمبات القديمة. وشفت ان هي اشتغلت على التوصيلة دي. دلوقتي انا هوصل. راجل روح تشتريت. لمبات اللد من المحل او من المكان اللي بيع اجهزة كهربية محل الكهرباء او الكهرباء والسباجة. مهم الراجل اللي بيع لمبات. والله هي يا عم انا عايز اروح للد. عايز احول البيت بتاعي كله لد. الناس كلها بتقول موضوع بيوفر كهرباء. تمام? وعايز احول للد. اعمل ايه? رحت جد بنفس الوضع ده. وهبدأ اشغل هبدأ اشغل اللمبات اللد على نفس التوصيلة. تمام? اللي انا فصلت كده يا شباب. هتشوف اللمبات. تمام? هتلاقي اللمبات. لما باجبت اشتغل ممكن تلاقي اللمبة مش هده اشتغل معايا. او بعد اللمبات تشتغل وتعمل يعني انا هنا جيت شغلت اللمبة مش هده اشتغل معايا انا موصل بابر اهو. مش هده اشتغل معايا. طيب ممكن يكون فيه ايه في اللمبة? هحرك اللمبة. اهي حد يقولك طب خلاص حرك اللمبة. تمام? وشوف لتكون اللمبة دي مش سبتة كويس. يقعد بقى ايه? يفكر اللمبة دي ما اشتغلتش ليه? هل ايه اللمبة اصلا? محروقة? ولا فيها مشكلة? ولا اللمبة دي مش هده اشتغل ليه? اقصد تاني اهو اللمبة بص. ممكن تلاقي اللمبة حصل فيها صوت اتحلقه. اقو ممكن تلاقي لمبة مش رده تشتغل اصلا. تمام? فيها لوز او ممكن تلاقي لمبة بتعمل خلاشي. طيب انا اعمل ايه بقى في القصة دي? اهو شغلت فصلت مش تغالة اللمبة دي. على نفس التوصيلة. طيب هنعمل ايه باش مهندس? الموضوع بسيط جدا. الموضوع بسيط جدا. هنعمل ايه? لو انت بصيت على اللمبات الليد. لو انت بصيت على اللمبات الليد. هتلاقي هنا اللمبة الليد. مكتوب عليها ليد تيوب لايت. اولا دي عشرين واط. اللي نفس الموديل نفس القصة كله تي ايل ايت. تمام? واللمبة دي بتشتغل على فولت من متين وعشرين ل متين واربعين. تشتغل كمان على تردد خمسين او ستين هرتز. يعني لو اشتغلت في السعودية تنفع في مصر تنفع. خلي بقى لك موضوع الهرتز. تمام? يبقى دي نص الوات. دي نص ايه? نص الوات. طيب ايه ما اشتغلتش? انا هبدأ. اعمل شغل على تمام? التوصيل. اللمبات الليد يا شباب. اللمبات الليد بتوصل على المتين وعشرين مباشرة. يعني انا ما بحتاجش شغل الترانس. هعمل ايه? الامور بسيطة جدا. الامور بسيطة جدا. هعمل ايه? هوصل اللمبة على المتين وعشرين مباشرة. شاركة. طيب هعمل ايه? هجيب المفاك بتاعي البسيط ده اهو. هفك الاطراف. طيب عم متأكد ان انا فاصل باور هفك الاطراف بتاعتي. تمام? فك كل الاطراف بتاعة اللمبات. كنا بنقول واحد واثنين شورت سيركيت دي ما هو كاتب هنا في الرسمة. وتلاتة واربعة شورت سيركيت. احنا دلوقتي هنعمل شورت سيركيت للاربعة مع بعض. يعني هنخلي الاربعة ووضحة. الاربعة مع بعض شورت سيركيت. يعني انا كل اللي هعملوا بالزرادية كده. او بايدي. واخلي الاربعة مع بعض. لانا لمست الاسلاك دي او وصلت الاسلاك دي مع بعض كده انا وفيه طرفين جايين من الناحية بتاعتي اللمبة ايه او اللمبتين تمام اللي في اليسار يبقى انا عندي اربعة يمين واثنين يسار تمام هاعمل ايه صاحب باش مهندس انا هفك اهو الاطراف دي انا مش عايزها شباب خلاص انا هفك الطرف ده انا مش عايزه الطرف بتاع اللاين ده انا مش عايزه هتعمل بي ايه هاوصل الكهرباء الميتين وعشرين مباشرة على اللمبات الليدي هاوصل اهو هاخد السلكة دي هرميها كده واخد السلكة دي لاين وليوترا هرميهم تمام ومش محتاج مش محتاج ان انا يبقى عندي طرف ارضي انا كنت بقرد جسم بقرد بقرد جسم طبعا هنا ممكن تبقى انت ايه رابط الناحية التانية السلكة دي طويلة شوية فانت رابط ناحيتين دول كده اهو السلك عشان يطلع معا حاول ترجع الطرفين بتوع الكهرباء زي مكامل اهو ده اللاين وده نيوترا سلك الارض ده انا مش عايزه خلاص لان الدايرة مش هيدخل فيها نيوترا مش هيدخل فيها ارض عفوا انا هعمل ايه ببساطة هجيب الروزيتا دي او هجيب الطرف ده مباشرة همسك سلك منهم اي واحدة واربطها مع الاربعة دول وامسك التانية واربطها مع الاتنين كان ممكن اعمل كده مباشرة تمام خلاص ممكن اعمل ايه كده مباشرة ممكن اعمل ايه تاني خلاص انا هفك الاطراف بتاعة الارضي تمام وادخل الاطراف بتاعة لاين ونيوترا هدخل اطراف بتاعة لاين ونيوترا على اللمبة مباشرة هدخل طرف اي واحد منهم طبعا هدخل طرف طرف الارضي مش راضي يطلع عشبك سدق ما تربط تمام بعد اطراف بقى في الروزيتا لان كان دي لازم تركب عشان موضوع التقريب كان لازم تركب عشان موضوع التقريب اي طرف منهم هدخلوا على الاربعة دول اهو هدخل الاربعة اليمين دول في طرف طبعا افك الاول انساش الروزيتا دي بتتعمل ازدائي اهو افك اوسع المصمار اه اوسع المصمار اروح مدخل السلك كده انا وصلت ده مثلا ساي باللاين واربط واربط كويس عشان ما يحصلش ويحصل عندي شورت سيركت او قافلة فيه اللمبة تعمل لي مشكلة طبعا انا بقول تاني ده فيديو الادف منه ان انا اتعلم الفكرة مش التوصيل لان انا بوصل كده ايه على السريع عشان تبقى انت تعالف الموضوع باجي انا برضو بوصل الطرف اللي اتنين دور مع بعض بوصلهم بالطرف التاني بتاعي الاربعة اللي علمين دول اللي هم واحد واثنين حسب الترانز القديم واحد واثنين وثلاثة واربعة خلتهم في نقطة واحدة واديتهم كهرباء وبعد كده النقطة خمسة وستة اللي هم على اليسار اديتهم الفاردة النيوترة كبقى انا كده عملت ايه كل اللي عملت ودخلت كهرباء على اطراف اللمبة اليمين ودخلت على اطراف اللمبة اليسار ده معناه ان انا لغيت الترانز ممكن ارمي الترانز ده لو مش عايزه يبقى اللمبات الليد المفروض هتشتغل دايريكت بمتين وعشرين دعا انا نبدأ نركب اللمبات ونشوف ايه اللي هيحصل هل اللمبات دي على متين وعشرين هيحصل فيها مشكلة مباشرة من غير الترانز ولا هتشتغل كمام؟ احنا دلوقتي هنشوف اللمبات دي هيحصل فيها ايه؟ خلينا نستنى ونشوف اللمبات دي يحصل فيها ايه؟ طبعا زي ما قلنا اللمبة الليد بتوفر تقريبا نص البور اللي كانت موجودة في اللمبة القديمة الفودروسيند يعني اللمبة دي يا شباب اللمبة دي عشرين وات اللمبة القديمة كانت اربعين وات او فيه لمبات بتبقى ستة وتلاتين وات تمام؟ يبقى انا هركض خلي بالك مهم جدا ترف اللمبة كويس عشان تتأكد ان اللمبة في المكان بتاعها وما تتهزش كمام؟ عشان ما حصلش معاك اي مشكلة لان النوع ده اصلا القديم يعني القواعد نفسها اللي بتركب فيها اللمبة خلصانة يعني تقريباً اللمبة كلها بتتموت يعني انا بعلمك لو انت عايز تغير بعلمك لو انت عايز تغير من فودروسيند الليد لو عايز تغير من فودروسيند وتبقى عارف كمهندس او كفني او كواحد ملوش في الكهرباء اصلاً يوصل الفودروسيند والليد ازاي؟ والعملية بتتم ازاي؟ طبعاً احنا هنبعد بس السوكيت ده شوية كده عشان ما يحصلش عندي اي مشكلة اهو نبعد اللاين والنيوترال عن بعض ونبعد الطرفين اللي احنا قلنا عليهم من الاربع اليمين والتنين اليسار وتأكد اللمبة واصلة كويس من الطرفين لان القواعد بتاعت النوع ده يعني قواعد ضعيفة اصمم هلف في اللمبة كده عشان تأكد من اللمبة ايه؟ ماشية في المجرة بتاعها الصحيح واصلة في النقطتين بتوع الكنيكشن بتاعها صحيح طيب بعد كده هبدأ اوصل اللمبات الليد بتاعتي بتوصيل مباشر على المتين وعشرين بسم الله طبعاً زي ما انتو شايفين اللمبتين الليد اشتغلوا تاني تاني عشان الفيديو كده يبقى خلاص زبط معاك وتعرف لان انت بدل ما تروح تجيب كهرباء يعمل لك القصة دي كل اللي هتعمله هتفك اللمبة وتعمل الحركين اللي انا عملتهم دول بدل ما يقول لك انا اخد منك مثلاً عندي خمسين لمبة يقول لك لا الله ياخد خمسين فعشرة بخمسمية ريال انا اعملهم انا فاهم الموضوع الموضوع تاني يا شباب اللمبات اللي من النوع ده اللمبات الامريكي جاي معها ترانز الترانز ده الترانز نفسه شارع على جسم الترانز فيه نقطتين واحد واثنين بيوصلوا في اللمبة اللي فوق وتلاتة واربعة بيوصلوا في اللمبة اللي تحت ده كله من الطرف اليمين من اخد الطرفين أن صدقين من الطرف اليسار الليا هم الطرف خمسة وستة الليا هم الطرف الامر الليا هم صدقين سابعة وثمانية وآorld يدعم المسلة التزعون والتزعون والهما سبعة وثمانية وتسعة نحن عارفين انه وهذا ما يقبل هو أنه لا يوجد قطبية وينفع لأنه مع النقل مع السلق مع السلق أي سلق من القادمين من الجدار أو من الحيطة الانهاء من تزعون السلق أدخل أي واحدة في السلق ومطر كان يأخذ حتة سلق الجسم في جسم اللمبه أتواصل عملية تقريب ما يحصلش اي شحنات كهروماغنطسية تلمس اللمبة تعمل لك مشكلة طيب انا عشان احول لليد زي ما انت شوفت لما انا ركبت اللمبات الليد مباشرة على الترانز الترانز ما ايه اللمبة مشتغلتش او اللمبة عملت فلاشنج تمام او واحدة اشتغلت واحدة لا ده معناه ان ده مش طبيعي يبقى كل اللي عملته رح تبصيت على اللمبة الجديدة اللي انا جايبها عشان توفرلي كهرباء اللمبة الليد عملت ايه بصيت في اللمبة لقيت اللمبة عشرين واط الف مبروك ده نص الواط وفرت كده نص الباور المستهلكة اوصلها ازاي اللمبات الليد دي تمام بيبقى في منها نوعين فيه نوع بيبقى مكتوب على الطرف بتاع اللمبة لين ونيوترال انت بتدي لين ونيوترال في طرف واحد وده نوع بس مش منتشر كتير النوع الاكسر انتشارا بيبقى الطرفين دول طرف لين وطرف نيوترال فانت كل اللي بتعمله دول اللي بتجيب اللي عليصار دول اللي قولنا عليهم ضموهم مع بعض يعني بتعملهم قفلة كده مع بعض تعملهم شورت سيركت يبقى مقطة واحدة واتوصلهم على اللين او النيوترال وتجيب اللي اربعة دول اللي علييمين وتوصلهم مع بعض ويتديتهم كهرباء وبعد كده الاثنين اللي جئين من اليسار زي ما انت شايفه وصلتهم مع بعض ضدتهم من الطرف الثاني اللمبة اشتغلت زي الفل خلاص هتقفل الوش بتاع اللمبة وترفع اللمبة تحطها على ايه على الجدار طبعا لو انت بتخاف من الكهرباء تمام تعمل ايه اعمل القصة دي بالنهار افتح الشباك كده واعمل القصة دي بالنهار وافصل المفتاح من اللوحة البريكر فيه لوحة عندك في البيت او في الشقة تمام المفروض لو مش مكتوب عندك ارقام على اللوحة دي يعني انت مش عارف البريكر ده بيفصل عن التكييف بتاع الصالة البريكر ده بيفصل الانارة حاول تجرب وهاتي ستيكر واعمل لزق على اللوحة على لوحة الكهرباء بحيس بعد كده تبقى عارف الانارة بتاعت الغرفة دي من المفتاح الفلاني افصل المفتاح تبقى انت كده في امان مفيش اي حاجة ووصل السلك امسكه بايدك مفيش مشاكل تمام او 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 افصل من المفتاح وامسك الزردية تمام ولف السلك مش هحصل لك حاجة ورف عليش كارتون تمام وكده انت عملت عزل وركب اللمبة والف مبروك انت كده ايه حولت اللمبة المين حولت اللمبة الليد وانت كده بتوفر نص استهلاك الكهرباء اللي عندك اعتقد ان شاء الله كده الفيديو مفهوم انا عدته مرتين ثلاثة تمام واشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته